انا عاوز اقتبس النقطة الخامسة لماذا تجسد المسيح زاكرة طبعا من العبرانين صحة 2 ليكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطية اذا اصبحنا احرار حتى الموت اللي كانوا يخافوا منه حتى المؤمنين كانوا ملك الاهوال ومرعب ومخيف احنا حلين الموت لا يخيفنا صح؟ يعني محدش في العهد القديم استطاع ان يقول لي الحياة المسيح والموت هو ربح لكن دلوقتي احنا محررين حتى احنا شخيفين من الموت شايف الموت اللي الناس تترعب منه احنا منخافش دابولس قال لي اشتهاء انا انطلق واكون مع المسيح زاك افضل جدا ده بسبب الصليب نمر خمسة لكي يكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطية احنا بنجيب اياتي يعني اية وراء اية بتورينا في هذا الجزء لماذا تجسد المسيح يقول كده اية 17 من ثم كان ينبغي ان يشبه اخواته في كل شيء طبعا يشبه اخواته في كل شيء ما عدا الخطية المسيح انسان بنسبة 100% ما عدا الخطية القدوس المولود منك وهنا الناس بتسأل هو الله يجوع هو الله يضش هو الله يتعب هو الله ينام هو الله يبكي بنقول ما جماعة المسيح هو الله بنسبة 100% وانسان بنسبة 100% بصفته انسان جاع جاع اخير انسان لكن بصفته الله قال من يقبل الي فلا يجوع عطش وقال السمرية اعطني لا اشرب وقال انا عطشان لكن مرة تانية قال ان عطش احد فليقبل الي انت بتجوع ولا بتشبع القياع قال الاثنين بتعطش ولا بتروي العطاش قال الاثنين تعب يسوع وقلس على البئر بيتعب لكن قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وانا وريحكم لا يكل ولا يعيا لا يكل ولا يعيا طب تعب يسوع بتيتعب بصفته انسان بصفته الله بريح التعابة خذ النمر اربعة بينام كان في مؤخر السفينة نائما وقام انطهر الريح وقضى البحر اسكت ابكى انت بتنام ولا بتنيم البحر بتنام ولا بتنيم البحر نام باعتباره انسان ونيم البحر اسكت ابكى فنام البحر بنام باعتباره انسان وبنيم البحر بتبكي ولا بتعزل باكين بكى يسوع لقبر العازر بكى العازر هلوم خارجا اللي بتبكي فرحد فهنا بقى يقول كده من ثم كان ينبغى ان يجبه اخواتي في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة امينا في مل الله حتى يكفر خطايا الشعب قلت كده لكي يكون رئيس كهنة ويكفر عن الخطايا في العهد القديم في العهد القديم كان فيه كهنة يقدم ذبائها وكان فيه رئيس الكهنة كل سنة في يوم اسمه يوم الكفارة العظيم في سفر اللويين أصحى 16 يقدم زبيحة في يوم الكفارة العظيم ويدخل بدمها إلى قدس الأقدس وإذا بيه حدي جدير بالذكر أنه كان يقدمها عن نفسه وعن خطايا الآخرين يعني حتى رئيس الكهنة كان محتاج كفر عن نفسه أما يسوع رئيس كهنة أعظم أعظم من هارون وأعظم من كل رؤساء الكهنة اللي منعوا بالموت عن البقاء دخل إلى الأقدس بدم نفسه فصار هو رئيس الكهنة وهو نفسه الزبيحة دخل بدم نفسه إلى الأقدس فوجد فداء أبديا ويتقل عنه هنا حتى يكفر خطايا الشعب رئيس الكهنة زمان كان يقدم تسين تس للرب يقدمه زبيحة يدخل بدمه الأقدس والتس التاني اسمه تس عزازيل يحط إيده عليه ويعترف بخطايا الشعب خطايا نفسه خطايا الشعب ثم يطلقه في الصحراء فأكأنه حامل الخطايا يجري في مكان مجهول فين الخطايا راحت بس بصورة رمزية المسيح هنا كرئيس كهنة مش قدم تس ولا قدم خروف لكن قدم نفسه ودخل إلى قدس الأقدس وصار هو رئيس الكهنة ورئيس الكهنة ويكفر يكفر عن خطايا الشعب ترجمة نانسي قنقر